بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحمد الله حمد الشاكرين أصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فهذه ندوة ضمن سلسلة ندوات تعقيدها وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتي وتنشرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وكذلك تنشرها عقيدتي في عددها الورقي الذي يصدر كل ثلاثاء وموضوع الندوة اليوم هو عن القيم المجتمعية ويحاضرنا في هذه الندوة الطيبة المباركة علمان جليلان من جامعة الأزهر الشريف ومن وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور أستاذ الدكتور رمضان محمد محمود حسان أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر وفضيلة الدكتور أنتر بلتاجي عدو المكتب الفني لوزير الأوقاف وموضوع الندوة جد مهم وكما عودنا معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف أن ينتقي عنوين مهمة تخدم المجتمع وتخدم الصالح العام وهو نوجه له التحية والتقدير والشكر على اهتمامي بهذه الندوات ورعايته لها رعاية كاملة ويعني لن نطيل في المقدمة حتى نستمع إلى أستاذ العلماء فنبدأ في موضوع الندوة مع فضيلة الدكتور رمضان محمد حسان فليتفضل مشكور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين وبعد موضوع جلسة اليوم القيم المجتمعية ديننا الحنيف دين عنية بالقيم الأخلاقية في كل جنبات الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه بعث ليتمم ويكمل مكارم الأخلاق وقد يسأل سائل لماذا قصر وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته على الجانب الأخلاق برغم أنه بعث بالعقيدة والشريعة والأخلاق نقول إن العقيدة والشريعة ما شرعت إلا لترسيخ الجانب الخلقي لذلك عندما سئل صلى الله عليه وسلم ما الدين قال حسن الخلق ولو نظرنا إلى العبادات لوجدنا أن ربنا جل وعلا ذكر أن المقصد الأسمى من تشريع هذه العبادات هو ترسيخ الجانب الخلقي لذلك من يؤدي العبادات ولا تؤثر في أخلاقه وفي سلوكياته لا يخرج منها بالثواب المرجو فنجد مثلا حيثية تشريع الصلاة يقول ربنا جل وعلا فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فما لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له نجد حيثية تشريع الصيام لكي يستفيد الإنسان منه التقوى ولكي يؤثر الصيام على الجانب الخلقي قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه الرب العزة جل وعلا والصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفص ولا يسخب ولا يجهل وإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم كذلك الزكاة ليست هي جباية لتحصيل المال وإنما شرعها ربنا جل وعلا لترسيخ بعض الجوانب الخلقية عند المسلم فهي تطهر الإنسان من الشح ومن البخلي وتطهر المال طهارة حسية ومعنوية لذلك قال ربنا جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كذلك الحج شرعه ربنا جل وعلا لكي يستفيد المسلم بعض الأخلاق التي لا يحصلها إلا من أداء فريضة الحج قال ربنا جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لذلك عندما لا تؤدي العبادة المقصد الأسمى من تشريعها ولا تساعد المسلم على التزود بمكارم الأخلاق فسوابها ناقص بل إن حسنات هذه العبادات تأكلها السيئات المترتبة على إهمال صاحبها للجانب الخلقي لذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته وبقيت عليه تبعات أخذ من أصحاب سيئات هذه التبعات فوضعت عليه ثم ألقي بها في النار وتلك المرأة التي ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة صلاتها وصيامها وصدقاتها إلا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها عيب إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها ما قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة ما قال كفاهة الصلاة والصيام والصدقات وإنما قال هي في النار برغم كسرة الصلاة والصيام والزكاة والصدقات نعم لأنها أدت العبادات ولم تستفد من أدائها لهذه العبادات الجانب الخلقي لذلك نقول إن الدين عبادة تعاملية إن صحت صحت العبادة الشعائرية الدين عبادة تعاملية لا بد أن تتصب بالأخلاق بالأمانة بالنزاهة بحب الخير للناس بحسن معاملة الجار هذه عبادة تعاملية إن صحت صحت العبادة الشعائرية الصلاة والزكاة والصيام والحد كذلك مما يدل على أهمية الأخلاق في الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأخلاق سبب لأن يوصف المؤمن بأن إيمانه قوي وأن إيمانه كامل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي بيّن فيه بأن حسن الخلقي من الدين ونفى صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن الذين لا يراعون الجانب الخلقي فيقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن سلاس قيل من يا رسول الله في رواية من لا يأمن جاره بوائقه شروره وآسامه وفي رواية من بات شبعان وجاره جائح إلى جنبه وهو يعلم وقال صلى الله عليه وسلم أيضا ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائح إلى جنبه وهو يعلم وقال صلى الله عليه وسلم نافيا كمال الإيمان عن الذين لا يراعون الجانب الخلقي قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان والحياء قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر كما أن حسن الخلق سببا في أن يكون صاحب الخلق الحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا كما ذكر صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق سبب في دخول الجنة فقد سؤل صلى الله عليه وسلم عن أسباب دخول الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وعن سبب دخول النار قال الفم والفرج كما أن صاحب الخلق الحسن يكون محبوبا لدى الناس يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نتحدث عن مضرب المثل في الأخلاق الحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان خلقا يمشي على الأرض ديننا الحنيف أمرنا بأن نقوم بكثير من القيم المجتمعية الأخلاقية التي لها أثر كبير في صلاح المجتمعي من هذه القيم الأخلاقية مراعاة حق الكبير والضعيف وأصحاب الهمم العالية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وقال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم كذلك من القيم المجتمعية التي حض عليها ديننا الحنيف قيمة التعاون والتشارك بين الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون المثمر الذي يكون الغرض منه أن يقف المسلم بجوار أخيه في كل أمور الشدائد ويعينه بقدر ما يستطيع قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربه من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى الله عز وجل وعن أفضل الأعمال إلى الله عز وجل فقال أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس وأفضل الأعمال عند الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو ترفع عنه كربا أو تقضي عنه دينا كذلك من الأمور القيم المجتمعية التي يجب على المسلم أن يحنى بها في هذا الزمان قيمة الصدق الأمانة قيمة حب الناس قيمة جبر الخواطر هناك كثير من القيم الأخلاقية التي أمرنا ديننا الحنيف أمرنا ديننا الحنيف أن نتخلق وأن نتأدب بها حتى تسود المودة والمحبة بين الناس فإن كثيرا من الناس يفهمون حقيقة الدين الإسلامي فهما خاطئا يفهمون أن الدين مجرد آداء العبادات ولا يعنون بالجانب الأخلاقي لذلك قالوا الدين المعاملة أنت مطالب أن تؤدي كل العبادات لكن مطالب أيضا أن تحنى بالجانب الأخلاقي لأن العبادات كما ذكرت ما شرعت إلا لتسكية وغرس الجانب الأخلاقي ولا أطيل عليكم أترك المجال لسعادة الدكتور فليتفضل مشكورا وأجزاكم الله خيرا أجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم القيم المجتمعية هي كل قيمة أو فضيلة أو خلق كريم توافق عليه مجتمع ما والأمم تقام وتبنى بالأخلاق وصدق الشاعر إذ يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا الآن نستمع إلى فضيلة الدكتور عنطر بلتاجي يكمل لنا الحديث في موضوع الندوة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش منعزلا منفردا عن الناس فلقد فطره الله سبحانه وتعالى على أن يعيش في مجتمع لذا يقول ربنا سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لذا يقول الرازي اعلم أن الإنسان خلق مدنيا بالطبع فالإنسان لا يستطيع أن يعيش منعزلا بل يعيش في جماعة وقد وضع الإسلام جملة من القيم المجتمعية التي تحفظ كيان المجتمع والتي تقوي أركانه وتقوي تماسكه ومن هذه القيم المجتمعية وجوب التثبت من الأخبار فوجوب التثبت من الأخبار يحفظ المجتمعات من الإضطراب ويحفظ المجتمعات من الشائعات ولذا التأني والتثبت من الأخبار خلق جليل يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك في وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج لرئيسهم أشج عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله قال الحلم والأنا وهذه القيمة الطيبة دليل على رجاحة عقل الإنسان وهي من أخلاق الأنبياء والمرسلين ولذلك في القرآن الكريم لما جاء الهدهد بخبر القوم لسيدنا سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين تأنى وتروى ولم يحكم ولم يعاقب ولم يعاقبهم حينما سمع هذا الخبر وإنما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وحينما نقرأ هذه الآية الكريمة كراءة تأملية نداء من الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كلمة الفاسق كما قال أهل اللغة مصطلح إسلامي لم يكن يعرفه العرب من قبل وقالوا إنه مشتق من قولهم فسقط الرطبة يعني إذا خرجت عن قشرها يعني كأن الرطبة حينما تخرج وتنفسق عن قشرها فكذلك الفاسق الذي يخرج عن قيم المجتمع والذي يخرج عن قيم الإسلام وعن مبادئ الإسلام يخبر بأخبار كاذبة فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دخل رجل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فحدث له عن رجل شيئا فقال أمير المؤمنين قال أنظروا في أمرك إن كنت كاذبا فأنت ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم هماز مشاين بنبيه وإن شئت عفون عنك قال بل العفو يا أمير المؤمنين هذه الفضيلة التثبت والتأني والتروي حينما يعرض عليك خبرا الإنسان يحفظ للمجتمع يحفظ المجتمع من الإضطراب ويحفظ المجتمع من الشائعات لأن الإنسان حينما تعرض عليه الأخبار فالناس ينقسمون إلى صنفين اتجاه هذه الأخبار صنف تؤثر هذه الأخبار صنف تؤثر عليهم فماذا يصنع يتأنى ويتروأ والصنف الآخر تؤثر عليه الأخبار فيسيء الظن في الآخرين ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى فقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتَنِبُوا كَثِيراً إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمَ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ الدين الإسلامي يريد أن يعيش المجتمع في تسامح وفي وئام وفي وفاق الدين الإسلامي يحس دائماً على قيم الإيثار على قيم المحبة على قيم التعاون علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وجاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود أصابني جاد وتعب فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فأرسلت قائلة والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى الأخرى فتقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما حتى قلنا كلهن والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرصخاً قيم الإسلام هذه القيم النافعة للمجتمع من يضيف هذا رحمه الله فقام رجل وقال أنا يا رسول الله دون أن ينظر ماذا عنده عند أهله فأخذه إلى رحله إلى بيته سواء كان هذا البيت من حجر سواء كان من شعر سواء كان من وبر وغير ذلك فأخذه إلى بيته فقال لزوجته ماذا عندك قالت ما عندي إلا قوت عيالنا إلا قوت صبياننا فقال فعل ليهم بشي ثم قال أطفئ السراج إذا وضعت الطعام أطفئ السراج فإذا أهوى ضيفنا فأريه أننا نأكل يعني تصنعي أنك تأكلين وأنا أتصنع أني أأكل حتى إذا أكل الرجل بات الرجل وزوجته طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة وأنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما أجمل هذه القيم الإسلامية وما أحرى أن نمتثل لقيم الإسلام الطيبة حتى نعيش في وثاق وفي سلام وفي أمن وفي رخاء وفي تقدم هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله وخيرا وفضل الدكتور ونفع الله بكم تلك كانت إشارات عن القيم المجتمعية وما أكثرها ولا يسعها ندوة أو ندوتان وإنما قد تكون ألفت في هذه القيم كتب ومجلدات لأن الإسلام نزل لترسيخ القيم والأخلاق وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ففي ختام الندوة هذه نود وأن أتوجه بالشكر والتحية والتقدير إلى معايل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف على رعايته لهذه الندوات ونتقدم أيضا بخالص التحية والتقدير إلى الأستاذ الدكتور رمضان محمد محمود حسان أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر وفضيلة الدكتور عنطر بلتاجي بلتاجي عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف والشكر موصول لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته